اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام ان ما يربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات اخوية وثيقة يفوق في حجمه ومعناه وارثه التاريخي ما تسطره الكلمات وتعبر به المشاعر وشددا سعادته على ان التاريخ التليد والرؤى الموحدة والمصير المشترك يقف شاهدا على عمق العلاقات وتمييزها في المجالات كافة واشار سعادة وزير شؤون الاعلام الى ان احتفال اكثر من عشر قنوات تلفزيونية واذاعية خليجية بالاعياد الوطنية لمملكة البحرين منها تلفزيون المملكة العربية السعودية وتلفزيون دولة الامارات العربية المتحدة وتلفزيون دولة الكويت واذاعة mbcfm واذاعة روتانا fm واذاعة امارات fm واذاعة نبض الكويت وغيرها من القنوات التلفزيونية والاذاعية الخليجية عبر بث مشترك وربط اذاعي وتلفزيوني مع تلفزيون واذاعة مملكة البحرين بالاضافة الى تخصيص برامج وفقرات وطنية يعكس ما يربط بين دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات اخوية تاريخية وثيقة ويمثل ملحمة وفاء خليجية تعتز بها مملكة البحرين واكد سعادة وزير شؤون الاعلام ان مملكة البحرين بلد محب للجميع ويبادل الدول الشقيقة مشاعر الحب والوفاء والتغدير وما بادرت به القنوات التلفزيونية والاذاعية الخليجية يعكس التلحم الاخوي المستمر في مختلف المواقف والظروف مشيرا سعادته الى ان احتفالات الدول الشقيقة هي احتفالات للبحرين وستبقى العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية راسخة يشد ازرها حرص الشعب الخليجي الواحد على التمسك بعاداته الاصيلة وهويته الجامعة متمنيا سعادته لمملكة البحرين والدول الشقيقة دوام الاعياد والافراح ومزيدا من العزة والنمأ